الحلقة الـ 24 وايام بنلف في مصر كلها أصعب يوم بقى لما بنروح المزرعة زي النهاردة كده ويوسف بيروح المزرعة يعمل ايه؟ مش عارف والله يبقى له فترة كده بيروح كتير ندب المشوار ويقعد عشر دقيق كده ويمشي غريبة دي بقولك ايه يا عم عبدو هالمزرعة دي فيها بنات؟ لا لا ماينفعش يبقى فيها بنات أصلا في المزرعة كل اللي هناك رجالة ومكمين ما بيروحوش غير كل شهر عشرين يوم امسك يا عم عبدو خيرك علينا يا أستاذة والله دول العيال بقى لي كتير ما سألتش عليهم سألت عليك العفية يا بنت الأصول بقولك يا عم عبدو انا عايزاك في خدمة تحت أمرك يا أستاذة عايزاك تشوف لي حاجة في المزرعة بس بيني وبينك من غير ما اي حد يعرف حاجة تقمرني بحاجة قبل ما مامش يا فندم؟ ها؟ انا مش عارف فيها يا فندم؟ مالك سرحان في ايه؟ عميرة دايقت ساعتك عشان موضوعها الفيديو نحن ما تكلمناش في الموضوع ده أصلا ازاي يا فندم؟ ده انت كنت قلب الدنيا عليها أصلا عشان الموضوع ده؟ انا فكرت شوية ولقيت انه مالوش لازمة بس أهم حاجة محدش منينا يرد كأن الكلام مش علينا ويومين كده والناس هتنساك العادة تمام سيادتك وماليت وتكلمتوا في ايه؟ اميرة عارفة ان ابوها ايه؟ حضرتك اللي قلتلها؟ لا سهير طب ليه؟ كويس انها عملت كده شالت من عليها حمل كبير كنت شايل همه وبقال سنينه طب حضرتك من داقل ليه دلوقتي؟ رد فعل اميرة كان سايق جدا طب ايه يا فندم؟ ليه؟ اي واحدة غيرها كانت طارت من الفرح ده انت بنت منصور رفاعي معلش؟ عبل ما تستوعب وتفهم هتاخد شوية وقت كل اللي بيحصل ده بسبب القضية فعلا انا خلاص لازم اقفل الحكاية دي نهائيا المواضيع بدأت تخرج عن السيطرة انت رايح لمزرعة دلوقتي مش كده؟ ايه هتكلم مع البيت اللي اسمها فرح دي عشان نخلص معها لازم يحصل بقى غصب عنها لو ما وفقتش هددها بالقتل مفهوم؟ مفهوم؟ البت متجاوبة جدا يا فندي وما ظنش هترفض البت دي بقت مهمة جدا وشاهدتها هتخلص كل حاجة هي طلبت منك ايه؟ اتكلمت معها في مشروع تجاري صغير كده اي حاجة مشروع فلوس مش فرقة بقولك ايه لو حسيت ان هنوية تلعب بينا سبها في المزرعة وعملوها بقى معاملة المساجين بجد ما تقلقش يا باشا هتوافق وحنخلص من الحكاية دي خالص يا ريت بقى عشان ازهقت خلاص ما كنتش متوقع ان الموضوع يطول كده ويعمل المشاكل دي كلها كفاية بقى عايزين لفوق شغلنا ورانا بلاوي يا يوسف موسيقى موسيقى الو ايو يا صالح ايه يا اميرا اللقتينا عليك انت ما بتردش من ساعتها معلش كنت بتكلم مع مومة في حوار طويل قوي وتأكدت منها تأكدت منها ومن منصور ومن كل حاجة انا تلاقتي بنت منصور فعلا دي حكاية غريبة اولى ولا الافلام ورغم كل اللي اسمعته بلسه مش مصدقة او عقلي مش قادر يستوعب الموضوع صعب علي قوي يا صالح معلش معلش يا اميرا طيب انت نامي شوية وحاولي ما تفكرش في حاجة انا لا هعرف انام ولا هعرف ابطل تفكير حاولي انت فين في النيرفانا طب روح ارتاح انت كمان انت لسه تعباني لا والله انا حس اني احسن الحمد الله وعلي جاي يقعد معايا شوية اهو وصل اهو اصلا علي علي تعال انا هنا ماشي ياسيبك دلوقت ماشي ماشي هكلمك بكرا باي ايه علي بيه نورت النيرفانا نيرفانا ايه بس يا ابن انت المفروض في سريرك دلوقت ما نزيل فوله هو يا عم فيه ايه؟ مش احسن من احدة البيت؟ هو احسن طبعا ومرتاح باجا في الجعدة المشعلة جدي لا انا متعود اعود على البار اصلا تحب نعود على ايه تربيزة؟ ياريت انا معرفش اتشعلك كده وبعدين دي جعدة غير وقورة ولا تريق بواحد زيه طب تعال تعال نعود على التربيزة دي اهو كده يا راجل دي جعدة باني قدمين ده باجا الكافية اللي انت بتجعد فيه يعني معظم يومي بقضيه هنا وساعات كمان بشتغل هنا ده ايما كنت بشتغل بقى ده ما تشتغل؟ اللي معطلك مش عارف مليش مزاجك اكتب ومين سمعك؟ انا كمان مليش مزاج اعمل اي حاجة ده انت لما قلتني انك في الكافية فرحت قلت غير جو بعيد عن البيت والشغل ماهلك يا ابن فيه مافيش مافيش ايه هو عنا لسه عارفك المبارح ماهلك يا بوضيف مافيش مافيش حاجة يو او 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 اoter ثامز زى البنات يا ذئول ايه نو اقول اللي هم مالك كالعشرين مرة اشان يجاوبوا ماتقول يا عم فيه ايه كده يابن عم محمود بتشبهني بالنساء حاواح أه Power أصلي بصراحة متخانج مع ملعال يان هاركا بيض مراتك أم المراتبوي ليه كده؟ دي مراتك ستة طيبة وغلبانة هي طيبة بس ما فيش ستة غلبانة اسمع مني ليه يا عم حرام عليك؟ عملت لك ايه يعني؟ بالصدفة البحثة وأثناء البحث في جميع الدواليب عن فردة إحدى الشرابات المفقودة اكتشفت كمية كبيرة من الملابس الجديدة بالتيكت طب ويه المشكلة؟ المشكلة أن المدام نزلت اشتريت هدوم لها وللعيال بخمس تلاف جنيه بحالهم وبدون علمي طيب يعني دي فلوسها يعني ولا ايه؟ فلوسها ايه يا عم الحاج هي حيلتها حاجة أما ليه؟ أنا واجهتها وسألتها سؤال مباشر من أين لكي هايز؟ من أين لكي هايز على خمس تلاف جنيه؟ طب ايه؟ نهارت واعترفت ولا ايه؟ أنا فضلت أديج عليها الخناج لغاية ما قرت واعترفت إنها كانت عاملة جمعية من ورايا من مصروف البيت طب ما دي حاجة كويسة يا علي؟ لا مش كويسة مصروف البيت ده أنا عامله ميزانية ما تخرش المياه وطالما عارف التوفر منه حاجة ابقى جسرت في البنودة التي تخص المواد الغذائية وإحنا عندنا أطفال ومحتاجين للتخذية على فكرة بقى يا علي مراتك دي ست شطرة وزكاية كمان عارف التوفر مبلغ زي ده من غير ما أنت تحس بس كان لازم تجلي برضه طب يعني هي لو كانت طلبت منك المبلغ ده علي انت كنت هتدهولها بس كنت هتصرف يا أخي هعمل سلفة زي كل مرة طيب بقى ديها تصرفت ومن غير ما تستلف ولا تتداين دي المفروض تروح تشكرها وتبوس إيديها كمان علي أن نعم انت راجل فقري يعني انت شايفك ديه؟ اه طبعا شايفك ديه وبعدين من أين لك هذا ايه بس يا علي؟ ده سوال ما تسئلش لمراتك ده يتسئل للناس كتير قوي في البلد يا علي خلاص خلاص هتصالحها لمروح وأمر لله لا قوم كلمها دلوقتي عشان ما تنامش هويز علينا لا 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 أنا عارف أصالحة زي طبعا كنافة بالمانجة هيخلص الكلام ربنا يا سعيدك يا علي طب قول لي مفيش أي جديد في القضية عندك لا ولا عندك ولا عندي تشرب ايه؟ ولا تاكل احسن؟ مش عايز اغرمك يا عم غرمني بس انت ملكش دهوة انا هيكل معاك تاكل ايه؟ ممكن اخد واحدة ببرونة ايه ببرونة دي؟ احنا لسه بنرضى عم صالح وليه؟ ببرونة يا علي البتزة بال هتعجبك هتعجبك هي عبارة عن شرح سلامي كده سلامي؟ سلامي للأهل والأحباب ماشي يا سيدي نجرب الببرونة يا دي الأنوار يا دي الأنوار والله يوسف بي ماليك علي حلفين انا بافرح لما سيادتك بتنور المزرعة شكرا شكرا يا سابت هي منها ورا بيك ما انت عيني هنا؟ شرف لا يا كبير تبيتت فين؟ في قدتة يجبها لحضرتك على المكتب؟ لا لا هتعلي الاستراحة نقط في الهواحة الجو النهارته جميل استاذ يوسف ممكن هتمشى شوية بس في المزرعة وبالما حضرتك تخلص؟ بس ما تبقيتش عشان همشي على طول ايه؟ فكرتي؟ عم اسماعيل رأيه ايه؟ هو للأسف عم اسماعيل مش هيقدر يقول رأيه ليه بقى ان شاء الله؟ لأن توفى ايه؟ مات؟ مات ازاي؟ ومحدش قال لي ليه؟ كنا مخبين عليك مراعاة اللي زروا فيك السحية لا قطر خيركو الله يرحمك يا عم اسماعيل يعني الراجل ده راح بسببي ده كلام برضو ده كلام ده قضاء وقدر أمر الله يا بنتي ونعمة بالله ها عايزين نخلص فرح وهتدفعه كم بقى؟ كم دي مش مشكلة خالص أهم حاجة تشهدي باللي نقولك عليه وأول ما تخرج من النيابة هتاخد كل اللي انت عايزك وافرت بقى انيشهدت وما تتونيش حاجة مستحيل واضح انك لسه ما تعرفيناش كويس احنا لا محتاجين نعمل كده ولا في مصلحتنا ما نشوف ده انت هتشوف اللي عمرك ما شفتينه أما بقى لو الشيطان لعب في دماغك وقلت كلام تاني قدام النيابة هتكوني جنب عمك اسماعيل خلال ساعة زمن بس من خروجك من النيابة أنا حاخد نص مليون نص مليون ماشي اوكي تمام دولار ما مش كتير شو هي انت قلت بقى الفلوس ما فيهاش مشكلة بالنسبة لكم ماشي يا فرح ماشي موافق طب يا ريت بقى ده يحصل بسرعة زهقتي مننا يا فرح او والله زهقتي وتعيدت من المزرعة دي وعايزة تعالج بقى ديك شايف اتفقنا هنرتب امورنا وهاجاخدك من هنا على النيابة على طول تقول الكلمتين تاخد فلوسك ومع تمنياتنا بحياة سعيدة وتروحها على طول وانا جاهزة اي وقت فرح هو ترجعه في كلامك ده لو مش عايزة تكملي حياتك مع شجر البرتقان واليستفن دي فانتظارك يا استاذ يوسف سابت شوف عبده فين وقوله يجهز وابل ما بص بص سريع كده على المزرعة جاهزة يا ريزنا قاعد على البوابه ام عبدو يوسف بخلص قدمشه دلوقت جاي في ايه وماشي في ايه ده احنا ما كملناش ربع ساعة ملناش في عمنا يجي ويمشي بكيفه براحته بشوقه اللي اقوللي يا رئيس السابت مين العسل اللي كانت قاعدة مع استاذ يوسف دي تسأل ليه مفيش اصلا اول مرة شوف بنات في المزرعة يعني اه اه دي مهندسة جديدة مهندسة؟ مهندسة هنا في المزرعة؟ ازاي؟ واحنا ما قلنا اعمل حج مصرعاتهم وهم احرار يشغلوا بنات يشغلوا عفريت ملناش في ايه يلا عبدو عشان نامشي ده كان عايز ايه المرة دي؟ بيأكد العرض اللي عرضوا علي المرة اللي فاتت هلوس؟ نص مليون دولار مش مهم كام؟ المهم انت وافقتي؟ ما انا لما قفقتش حيموتوني وفي خبر كده دايقني عم اسماعيل مات لا حامل ورقوت يا لبالله كنت حاسس والله المهم اخترت ايه؟ اخترت اخرج من هنا وبعدين بيحلها ألف حلال اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة